أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بينتاجون إرسال حاملة طائرات وفرقاطات عسكرية أمريكية إلى المياه الإقليمية في شرق المتوسط قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستان إن مغادرة حاملة الطائرات روزفيلت ومجموعتها القتالية في الشرق الأوسط لا تعني زوال تهديد إيران وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت الخميس الماضي أن واحدة من حاملتي الطائرات التي نشرتهما الولايات المتحدة في الشرق الأوسط غادرت المنطقة